كيفية حل مشكلة الايفون والايباد اللي معلق على شعار ابل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اهلا بكم. معكم احمد اطبق من اكاديمية المهندس. وبفيديو ده ان شاء الله هنتعلم حل مشكلة ان الايفون بتاعنا او الايباد بتاعنا معلق على شعار ابل. هنحل المشكلة دي من خلال برنامج احترافي ومتخصص في اصلاح مشاكل انظمة تشغيل اي او اس. وهو برنامج ري اي بوت. وبما ان التليفون بتاعنا هيبقى مهنج وما فيش اي اكشة ناخده من خلاله فنحتاج ان احنا نوصل التليفون بتاعنا بجهاز الكمبيوتر عن طريق كابل وبعد كده نثبت برنامج ري اي بوت ونبدأ نتعامل مع المشكلة. وان شاء الله هتحل المشكلة خلال خطوات بسطة جدا زي ما هشوف مع بعضينا دلوقتي. رابط احملي برنامج موجود سندلوص في اسفل الفيديو موجود في اول تعليق. هنحمل برنامج ونثبته ونتابع مع بعضينا الشرح. ده احدث اصدار من برنامج هنقول له هنا تجربة مجانية. طبعا البرنامج بيشتعل على انظمة تشغيل ويندوز وعلى الماك. هنقول له بدء التحميل واحمله على الديسكتوب. وبعد كده نبدأ نثبت البرنامج مع بعضينا. اهد البرنامج. اكتمل تنصيب البرنامج واخد معي تقريبا بتاع عشر اخمستاشر ثانية. هنقول له هنا. فتح معي البرنامج بالشكل ده. ممكن اول حاجة اغير لغة البرنامج للغة العربية. بالضغط هنا على السهم معلوب ده. واختر من هنا لانجوش. واختر من هنا اللغة العربية. هتتحول لغة البرنامج الى الواجهة العربية. بس خليني اكمل شرح على اللغة الانجليزية. ادي اللغة. ودي انجليش. وعندي البرنامج هنا بيعمل اكتر من وظيفة. ممكن اعمل اصلاح لنظام اي او اس. هنا بضغط على او ممكن اعمل لنظام تشغيل بتاعي او ممكن اعمل الجهاز بتاعي او ممكن ادخل على وضع او بنقرأ وعدة بالضغط على كلمة بس احنا دلوقتي هنعمل اصلاح نظام الوافع على شعار قبل اللي مهنج ووافع على شعار قبل كلام ده طبعا لجهزة الايفون والايباد هنضغط هنا وهنا جاب لي اوبشانين ممكن اعمل اصلاح قياسي او عادي بالضغط هنا او ممكن اعمل اصلاح عميق لو الاولاني محل معي المشكلة بس ملاحظة هنا في بقول لي ان هو يمسح كل الداتا الموجودة على الجهاز بتاعي فاحنا مفروض الاول نستخدم حل معنا مشكلة خير تمام محلش معنا مشكلة ان اضطر ان احنا نستخدم فخلينا الاول نستخدم ونقول له هنا في الخطوة دي لو ارى معاك التليفون خير ما ارىش معاك التليفون وجاب لك التعليمات دي يبقى انت مهتاج ان انت تدخل على والكلام ده انا شرحناه في فيديوهات قبل كده وموجود ليه شروحات كتيرة على اليوتيوب وده طبعا بيختلف على حسب موديل الايفون بتاعك فاحنا عشان ما نطولش مدة الفيديو هنتجاوز الخطوة دي وارروح للخطوة اللي بعديها فبعد ما دخلت على وضع هضغط على كلمة وبعد كده هيقرأ بتاع الجهازي هضغط على كلمة دو اللوت هيبدأ دلوقتي بتحميل بتاع الجهاز بتاعي ولازم بقي عندي مساحة فاضية لان بقول لي محتاج مساحة تقريبا ستة وعمل التنزيل فيرموير هتاخد وقت على حسب سرعة النت الموجودة عندك وبعد كده بقول لي بتاعك جاهز للتثبيت هضغط على كلمة ستاندرد ريبير هابدأ دلوقتي في تثبيت الفيرموير على الايفون بتاعي ننتظر اجتمال العملية دي وبعد كده بقول لي تمت العملية بنجاح هنقول له ضن وهنلاقي الايفون فتح معنا بدون ادنى مشكلة ولحد كده انتهى الفيديو بتاعنا رابط تحميل برنامج موجود في اول تعليق مسبت والبرنامج عليه خصم تلاتين في المية لما تستدم كون خصم اللي ظهر دلوقتي قدامك على الشاشة والموقع بيدعم خدمة استرداد الاموال في حالة عدم رضاك عن المنتج يعني لو اشتريت المنتج والمنتج ما عجبكش قدامك تلاتين يوم تسترد فيهم فلوسك تاني وده شيء طبعا ممتاز جدا نتوفيلك جميع ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد وحلق لمشكلة جديدة من مشاكل الايفون والاندرويد